موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابع معكم في هذه الدورة في الترجمة من الإنكليزي إلى العربية ونصححه درسا ترجمه أحد المتدربين ويتعلق هذا الدرس بالعمالة القسرية ينقسم إلى فقرتين اثنتين الأولى عن الشرطة والثانية عن السلطة القضائية سوف نتابع بالنظر إذا ما كان هناك أي اختلاف في المعنى كما عددنا في السابق وبعد ذلك ننظر بالأخطاء اللغوية إن وجدت ونصحح ما يجب تصححه فيها بداية التنسيق في خطأ ويجب علينا أن ننسق دائما الترجمة حسب النص الأصلي فهي فقرة واحدة هنا وأعدناها كما كانت الخطأ الثاني الذي لدينا الآن في المعنى أو الخطأ الأول هنا هو كلمة في الماضي لم توجد في الإنكليزية على العكس تماماً النص الإنكليزي يتحدث وهو يتحدث عن الحاضر غالباً مرتبطه وغالباً ما يرتبط وليس مرتبطة فنصحح هذه الأخطاء يعني الخطأ في الزمن مشكلة كبيرة جداً صراحةً ويجب التعامل معها بحذر هناك مشكلة أخرى في ربطها مع شبه الجملة الأخرى يبدو أن هناك أنفصام الآن بين نصف الجملة الأولى ونصف الجملة الثانية وهذا لا يجوز بالنسبة للإنكليزية العربية كلمة سنس غير مترجمة سنس معناها بما أنه فلماذا لم تترجموا هذا شيء من الأخطاء إذن هناك نقص في الترجمة وهناك أخطاء في الترجمة الإتجار هو الإتجار بالبشر ويرتبطان الآن في الجريمة المنظمة Organized Crime وبما أنهما يرتبطان فلا بد من إقحام الشرطة في العمل إذن قد يكون للدعم الفعال للشرطة دور أساسي في التعامل مع الموضوع لدينا خطأ الآن بكلمة Allowing Allowing ليس معناها يسمح Allowing معناها السماح الرجاء مراجعة قاعدة Participants في اللغة الإنكليزية فالسماح لمفتشي العمل بالاتصال لطالبي الدعم من الشرطة عند إعاقتهم أو تهديدهم الذي كان له أثر راجع ليس كذلك كان معناها يمكن أو قد يكون أنت ذكرت كان وهو في الماضي لكن كان يعني كلمة كان معناها يمكن وهو في الحاضر Be More Importantly الأهم من ذلك هنا في خطأ في الترجمة أيضا في نقل المعنى فسوف يضمن الحفاظ على سلامة المفتشين الملف الثاني الآن كلمة Available معناها متاح لكننا لا نجد هذه الكلمة في الترجمة وهي من إذن هو خطأ في النقص Defense معناها تعتمد خطأ في ترجمة الكلمة Extent معناها درجة أيضا خطأ في ترجمة كلمة On the Way تعتمد على خطأ في ترجمة حرف الجر تتعامل فيها السلطات القضائية مع هذا طبعا نلاحظ أن الترجمة الآن نؤدلها تعديلا جذريا فإذا هناك خطأ يعني قاتلة لا نسميها Case Files ملفات إنما نسميها القضايا المحالة إليها المحالة إلى تلك السلطات مرة أخرى نجد خطأ بالفعل عندما تكون هناك أخطاء في ترجمة الفعل فمعنى ذلك أن الترجمة كلها تحتاج إلى إعادة ترجمة نتابع الأخطاء التي نصلحها الآن في على سبيل المثال لا يمكن طبعا فعل ذلك على سبيل المثال موجودة داخل القوسين وليس خارجها هذه من الأمور التنسيقية فممكن أن تعملها جمع بين قوسين وتقول كالمحاكم العمالية والجنائية هناك ركاكة في الترجمة الآن نصلحها كما الحال في هذه معناها كما الحال فيه صحيح أنها يعني معناها حالته ولكن الترجمة بالعربية تحتاج إلى أن نستخدم كلمات أسهل يعني فهما للقالع العربي On the spot معناها فورا أو مباشرة مباشرة إذا على الأرض الواقع مباشرة نلاحظ أن هذه الكلمة لم تترجم الآن تهينا عمليا من تصحيح النقاط الأساسية دعونا الآن ننظر في النص الأصل المترجم ونصلح الأخطاء القواعدية يكون دور أساسي لماذا؟ لأن الدور هنا مبتدأ مؤخر السماح B نزيل العبارات الركيكة ونضع مكانها شيئا مفهوما بالعربية والمناسبة القاعدة الأساسية في التصحيح أن نصحيحها أقل ما يمكن يعني حسب الضرورة لا داعي لتغيير أشياء في الكثير في الأسلوب نقول التعاون الوثيق وليس القريب هذه تصليحات أسلوبية لا بد منها بقدر الحاجة هكذا يكون النص الآن جاهزا تقريبا خاليا من الأخطاء ونقول تقريبا لأنه يمكن أيضا دائما يمكن إحداث ثغيرات وتعديلات الذي نفعله الآن هو وضع قائمة في المشكلات التي أخطأت بها من أجل أن تنتبه إليها أرفتن لينكت مثلا هذا يتعلق بشكل الفعل وزمنه ولا بد لنا من أن نعود إلى كتاب التوفل الذي تحدثنا عنه سابقا في محاضرات سابقة أعود إلى هذا الكتاب لأنها تشرح هذه القواعد بكل وضوح اسم الكتاب Building Sits for the Teufel لكارول كينغ وستانلي Allowing هذا الخطأ اسمه Participants عد إلى الكتاب Can be a verb, form and tense انتبهي إلى ذلك وأيضا لدينا كلمة Can have أيضا هو خطأ بالفعل كما ذكرنا إذا كان هناك أي خطأ في الترجمة بالفعل فنحن في مشكلة حقيقية ومعنى ذلك أن العميل لن يقبل الترجمة إطلاقا الأخطاء بالفعل قاتلة ولا يمكن أبدا ولا بأي شكل الأشكال التغاضي عنها ولا يمكن التساهل بها What do you say? استخدام الكلمات كان عندك فيه بعض الأخطاء Case File أيضا استخدام الكلمات عد إلى كتاب التوفل ستجدها هذه إذا مجموعة الأخطاء التي وضعناها وصححناها نرجو أن تكون فيها كل الفائدة لكم تحية مننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر